موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشر في خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معانا مجددا في برنامجكم أحاديث و عبر و الذي نتناول فيه الحوادث النبوية الشريفة نتكلم عنها من حيث العبر الحكمة نستخلص ما قاله العلماء حتى ننتفع إن شاء الله في الدنيا والآخرة اليوم سميت الحلقة عنوانها مختصر لكن عظيم هو النجاة فعنوان حلقتنا النجاة و ما الذي نقصده في النجاة و نتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل في هذه الحلقة لكن دعونا نبدأ كعادتنا في ذكر حديث للنبي صلى الله عليه وعلي و سلم يبين مشمول أو شمول هذا المعنى يروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه و أرضاه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم و هذا حديث يرويه الترمذي و هو حديث حسن صحيح يقول صلى النبي صلى الله عليه وآله و سلم العشاء ثم انصرفه فأخذ بيد عبد الله بن مسعود صلى العشاء بالليل و أخذ بيد عبد الله بن مسعود و انطلق معه حتى خرجه إلى بطحاء مكة فأجلسه ثم خط عليه خطا بالأرض فقال له لا تبرحن هذا الخط لا تتجاوز هذا الخط و لا تخرج من هذا الخط الذي حددته لك فإنه سينتهي إليك رجال رح يجونك رجال لا تكلمهم فإنهم لن يكلموك لا تبادرهم بالكلام و لا تخرج من الخط الذي وضعته لك فمكث عبد الله بن مسعود و انصرف النبي صلى الله عليه و آله و سلم حيث أراد و هناك روايات أخرى أنه كان انطلق لكي يدعو نفر من الجن قال عبد الله بن مسعود فبينما أنا جالس في خطي في المكان الذي حدد له النبي صلى الله عليه و سلم إذ أتاني رجال كأنهم هناك روايتان كأنهم الزط و هناك رواية كأنهم الزنط و معناها رجال شديدين السواد شديد السواد أشعارهم وأجسامهم شديدة السواد لا أرى عورة و لا أرى قشرا و ينتهون إلي و لا يجاوزون الخط الذي وضعه النبي صلى الله عليه و سلم يميلون من حولي و يعتبضون لي و لكن لا يستطيعون أن يتجاوزوا الخط الذي وضعه النبي صلى الله عليه و سلم ثم يصدرون إلى النبي صلى الله عليه و سلم فبكث عبد الله بن مسعود فترة حتى إذا كان آخر الليل و إذا برسول الله صلى الله عليه و سلم راجع حتى جاءني وأنا جالس فقال له ما تحرك يعني لقد أراني منذ الليلة فقال نعم يا رسول الله قال ثم دخل علي في خطي في المكان الذي حدده فتوسد فخذي وضع رأسه صلى الله عليه وآله وسلم الشريف على فخذ عبد الله ابن مسعود ورقد نام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد نفخ قال فبينما أنا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوسد فخذي نايم إذا أنا برجال جاء عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال رجال حسن الوجوه فيهم جمال قال فانتهوا إلي فجلس طائفة منهم عند رجليه صلى الله عليه وآله وسلم وطائفة منهم عند رأسه ثم قالوا بينهم الذي عند رأس يكلم الذي عند رجله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا فقالوا والله ما رأينا نبيا قط أعجب أو مثل هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه يقضان يعني قلبه ما ينام يعي وعينه تنام فقال الملائكة لبعضهم البعض اضربوا له مثلا يعني رجال الذين عند رأسه يتكلمون مع الذين عند رجله اضربوا له مثلا فقالوا مثل هذا النبي مثل سيد وجل عظيم بنى قصرا ثم جعل مائدة طعام فدع الناس إلى طعامه وشرابه فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه الذي يأتي يعطيه من الشراب ومن لم يجبه عاقبه أو عذبه ثم ارتفعوا إلى السماء واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لعبد الله بن مسعود سمعت ما قالوا وهل تدري منهم فقال الله ورسوله أعلم يا رسول الله قال هم الملائكة قال فتدري ما المثل الذي ضربوه قال قلت الله ورسوله أعلم يا رسول الله قال وهنا شاهد الحديث والقصة التي أريد أن أذكرها وهي النجاة قال المثل الذي ضربوه الرحمن سبحانه وتعالى بن الجنة ودعا إليها عباده عباده فمن أجابه وأطاعه دخل الجنة ومن لم يجبه ألم يطعه عاقبه أو أذبه وهذا هو النجاة من أطاع الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نتوقف إن شاء الله لفاص قصير ثم نتكلم حول ذلك المعنى العظيم وهو النجاة بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله معانا مرة أخرى نتكلم عن ذلك المعنى العظيم الذي اختصر في كلمة واحدة وهي النجاة من أطاعني دخل الجنة من أجاب دعوة الله دخل الجنة فالنجاة تحصل بأمرين أساسيين الأول طاعة الله سبحانه وتعالى والثاني طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا نجاة للإنسان إلا بطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخسران كل الخسران في معصية الله سبحانه وتعالى وفي معصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالطاعة ضدها العصيان فالله سبحانه وتعالى جعل لك عقلا وجعل لك سمعا وجعل لك بصرا وبيّن لك طريقا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ثم بعد ذلك فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة إذن الله سبحانه وتعالى بيّن لك طريقة كالمثل الذي ذكرناه في أول هذه الحلقة عندما مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هؤلاء الناس مثله كمثل ذلك الرجل الذي دعا بوليمه فالذي يأتي ويستجب لدعوته يأكل ويشرب ويتنعم والذي يرفض هذه الدعوة يعذب ويعاقب كذلك الله سبحانه وتعالى دعاك لدعوة وهي الإسلام وأبشدك إلى منهج وهو طريق القرآن فإن أطعت الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نجوت وكنت من الفائزين عند الله سبحانه وتعالى وإن عصيت أمر الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت من العاصين ومن الخاسرين عند الله سبحانه وتعالى وأدخلك الله عز وجل نارا عقابا لك على أصيانك لله سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم فالنجاة في الطاعة طاعة الله وطاعة الله عز وجل قال الله عز وجل وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون أمر من الله عز وجل أطيع الله وأطيع الله وأطيع الرسول لأن طاعة الله عز وجل تكمل بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال الله سبحانه وتعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا بعض الناس يظن أن الاكتفاء بطاعة الله فقط نقول لا إنما جاءت السنة النبوية المطهرة لتكمل دين الله عز وجل تكمل تشرح تفصل تبين ما قال الله سبحانه وتعالى وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون ولذلك من أجل الأمور التي يجب أن يعيها الإنسان أنه دائم الطاعة لله سبحانه وتعالى فطاعة الله سبحانه وتعالى أمر عظيم هو السبيل هو النجاة من النار هو النجاة يوم القيامة طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحقائق المهمة التي يجب أن نعيها في موضوع النجاة وهي أن طاعة الله وعبادة الله هي الغاية التي من أجلها خلق الإنسان ولذلك أساس خلقك أيها الإنسان إنما هو لطاعة الله سبحانه وتعالى عندما بيّن الله عز وجل ذلك صريحا في كتابه فقال وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون وهو نفي استثناء بعده يفيد الحصر فيقول العلماء إذا جاء الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر أي حصر الله سبحانه وتعالى الغاية العظمى من خلقك بعبادته فأنت عبد لله سبحانه وتعالى مأمور بطاعته سبحانه وتعالى مأمور بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتثالا لطاعة الله سبحانه وتعالى ونهاك الله سبحانه وتعالى من أن تكون عبدا من أن تكون طائعا لغيره سبحانه وتعالى ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح الذي يرويه مسلم يقول تعيس عبد الدينار الذي يطيع الدينار حيثما ذهب الدينار ذهب خلفه حيثما أملى عليه الدينار استجاب وأطاعه تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم الذي يتبع الدرهم الذي يشقى من أجل الدرهم الذي يعبد ويقدم طاعة الدرهم على طاعة الله سبحانه وتعالى تعيس عبد القطيفة نوع فاخر من الثياب تعيس عبد الخميلة نوع أيضا فاخر من الثياب تعيس وانتكس حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد القطيفة تعيس عبد الخميلة تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش بمعنى إذا أصابته شوكة وإن كانت بسيطة لا يستطيع أن يزيلها من يعبد من يطيء هذه الملهيات عن الله سبحانه وتعالى لا يجد له وجاء لا يجد له نفعا لا يجد له عونا لا يجد له مسلكا وإنما النجات بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون لا تتولى عن طاعة الله إلى طاعة غيره ونحن نفهم أن يكون الإنسان عبداً للأموال عبداً للمتاع عبداً للأشخاص لا نعني أن يسجد لهم لا ولكن المقصود هو الطاعة لهم بمعنى أن تفعل كل ما هو محرم حتى تصل إلى الدينار والدرهم تفعل كل ما هو محرم حتى تصل إلى مبتقاك الدنيوي تفعل كل ما هو محرم حتى تصل إلى مرضات فلان وفلان وهذا الذي نحن نعنيه من أراد النجاة فعليه بطاعة الله سبحانه وتعالى وكذلك من الأمور المهمة التي بينها لنا التشريع الإسلامي أن الطاعة لوحدها تحتاج إلى استقام عليها ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر الله عز وجل عندما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الذين أطاعوا الله ثم استقاموا الذين امتثلوا لأمر الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم استقاموا هؤلاء من يستقيم على الطاعة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فطاعة الله سبحانه وتعالى هي النجاة ومن مكملات النجاة طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك يتحقق الإيمان بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل واتبعوه لعلكم تهتدون إذا أردت الهداية إلى طريق الله إذا أردت النجاة إلى مرضات الله واتبعوه لعلكم تهتدون وإن تطيعوه تهتدوا كما قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون فالرحمة والهداية والمغفرة في طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ومن يطع الله واب رسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله عز وجل يرشدك أيها الإنسان إلى طريق النجاة يهديك الله سبحانه وتعالى إلى طريق النجاة يقول لك ومن يطع الله والرسول ما جزاء من يطيع الله عز وجل ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم بجميع أنواع الخيرات والنعم يرافق صديقنا الأنبياء الشهداء أصحاب المنازل العالية عند الله سبحانه وتعالى والعمل والطريق واضح وسهل وهو طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك من ثواب محبة الله سبحانه وتعالى من عظيم ثواب الله عز وجل أن يبزقك المحبة بطاعته لله سبحانه وتعالى نتوقف إن شاء الله لفاصل قصير ثم نستكمل باقي أحكام هذه الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله معنا مرة أخرى نتابع الحديث حول النجاة وذكرنا أن النجاة إنما هو بطاعة الله سبحانه وتعالى وبطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبينا الفضل العظيم والجزاء الوفير لمن أطاع الله عز وجل وأطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكفي من فضل طاعة الله ورسول أنه طريق موصل إلى رضوان الله وجنة الله سبحانه وتعالى من أطاعه دخل الجنة ومن أصاه دخل النعب نتكلم في هذا الفاصل عن موضوع مهم جدا متعلق في النجاة والطاعة لله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو عوامل الثبات على الطاعة وهذا أمر مهم جدا فاستقم كما أمرته الله عز وجل يطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستقامة على الطاعة ويطلب منه الثبات على الطاعة ولذلك هناك عوامل تثبتك على الطاعة أولى هذه العوامل المهمة التي يراها بعض الناس بسيطة وهو الدعاء بالثبات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها كان يبكي في جوف الليل ويكثر من دعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك على طاعتك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكثر من دعاء اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك كما جاء في الأحاديث الصحيحة كان يكثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دعاء الله عز وجل اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك ويسر الهدى لي ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك طاعتك فإذن الدعاء بالثبات أمر مهم جدا لا تكتفي بحولك وقوتك واجتهادك وعملك ولكن يجب عليك أن تلتجأ إلى ركن عظيم وإلى مقام رفيع وهو الله سبحانه وتعالى فتسأله أن يثبت قلبك ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن قلوب العباد بين صبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء ولذلك يحذر الإنسان المسلم أنه قد تعتريه بعض الفتن التي تغير قلبه فيصبح المؤمن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا بسبب تقلب قلبه لا يثبت على الطاعة ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يتغيب قلبه بفتنة بدنيا بهوى بشيطان ولذلك هذه الأمور التي تبعدك عن طاعة الله وعن منهج الله تحتاج في المقابل إلى شيء قوي صدها ويردها وما أعظم من الدعاء كما صد ورد لهذه الأهواء والنزغات والشياطين ووساوسه والدنيا وملهياتها وملذاتها ومغرياتها أعظم شيء يعينك على الثبات على طاعة الله هو الدعاء فأكثر أخي المسلم أختي المسلمة أكثروا من الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثروا بهذين الدعاء الأمر الثاني من عوامل الثبات على طاعة الله وهو سبيل من سبل النجاة تنويع الطاعة أنك أنت تنوع في الطاعات ولذلك الله سبحانه وتعالى خلق الناس بطبائع مختلفة بقدرات متنوعة بقوة وعزيمة مختلفة بنشاط وفتور مختلف فتجد من الناس من يستطيع أن يصوم وعند قدرة على الصيام حتى في أوقات الصيف الشديدة شديدة الحرارة طويلة النهار ولكن الله سبحانه وتعالى قد حبب إليه هذا النوع من أنواع العبادات وهو الصيام ففتح الله سبحانه له تعالى بابا سماه باب الريان تجد من الناس قلبه سخي نفسه طيبة يده ممتدة فتجد يكثر من الصدقات والعطايا والهبات فالله سبحانه وتعالى فتع له باب الصدقات كذلك بعض الناس تجد يكثر من الصلاة يحب الصلاة النوافل طبعا ليست المفروضة على كل إنسان يجب أن يعملها ولكن النوافل ففتح الله سبحانه وتعالى هو القبول في العمل في الصلاة فيقيم من الليل ويكثر من التهجد تجد من الناس من فتح الله سبحانه وتعالى له باب الذكر تجد من الناس من فتح الله سبحانه وتعالى له باب مساعدة لآخرين وهكذا من العوامل التي تعينك على طاعة الله أنك أنت لا تتمسك بشيء واحد من العبادات ولكن نوع العبادات فيعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ذات يوم أصحابه فقال لهم من أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال من تبع منكم اليوم جنازة فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا يا رسول الله فقال من أطعم منكم اليوم مسكينا فقال أنا يا رسول الله فقال من عاد منكم اليوم مريضا فقال أنا يا رسول الله أبو بكر في كل مرة يبددها فذكر الصيامة وذكر اتباع الجنائز وذكر الصدقة وإطعام الطعام وذكر عيادة المريض وهي جملة من الأعمال الخيرة والطاعات فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما اجتمعنا في مرئ في يوم إلا دخل الجنة وهذا إشارة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنك لابد أنك تنوع في الطاعة حتى تثبت على طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك من الأمور التي تعينك على الثبات هي التطلع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى أنك أنت ترجو رحمة الله تخاف من عذاب الله تسأل الله سبحانه وتعالى الجنة تستعيد بالله عز وجل من النار ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر الناس بأن يستعينوا به في طاعاتهم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يذكرون الله قياما الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون الذي ينظر ويرجو لقاء الله سبحانه وتعالى يثبت على طاعة الله فالنجاة كل النجاة في طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة منا إليكم أن نتمسك بطاعة الله ونحرص على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الأصيان نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا من الذين استمعون القول في التبعون أحسن إلى أن نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر